بصدقاً لم أكن أحب أن أظهر في هذه الحالة لكن بصراحة أنا كان كل اليوم لدي تصوير وهلأ أرجعت من التصوير تعبانة وشفت شيء بصراحة كتير زعجني شفت أني فوق ما الموقف اللي حطيت فيه اللي عن جد ما بتمنى لعدوي فوق كل هذا أنا عم بتكذب فلما شفت هيك طريت أطلع وأحكي بهذه الحالة أول شي بدي أحكي عن موضوع العزيمة يا جماعة أنا إنساني كرامتي فوق كل شي أنا مستحيل أروح على مكان ما أكون معزومة عليه مستحيل أنا شفت غيس وسارة قبل بكم يوم من عرصهم بمناسبة معينة التقيني وأنا طبعاً مو أول مرة بلتقي بغيس أنا غيس بعرفه من شي ثلاث سنين والتقيني وصورنا مرة فيديو على قناته هو بيعرف عزموني مثل ما عزموا كتير ناس هناك على الحفلة ومشان ما وضوع سارة أني أنا شفتها بصراحة معك حق أنا شفتها فعلياً بس أنا ما كنت حابة أجيبها السيرة مشان ما أزيها أنا ما نطلع أزي حدا أنا ما بدي أزيها وما بدي أقول أنه هي بالذات اللي رفضت دخولي على الحفلة أنا فتت لقيت فيه كان زفة للعريس وكانوا كل الحفلة برا كانت فعلياً كل الشباب برا وكلهم شافوني بدون ذكر أسماء أنه طرت لحتى يخلصوا ودخلوا يجيت أنا بدي أدخل لقيت سارة جاي من وراي قلت يلا ها هي سارة اجت من سلم عليها كذا من بارك لها قبل العجقة اللي رح تكون جوا قربت هي سلمت على الأشخاص اللي معي وأنا عملت حالة مو شايفتني تماماً صرت ناديلة سارة سارة طلعت فيني بهالطريقة بهالطريقة بالضبط أنا هون عرفت وفهمت أنه أنا مش مرحب فيني بهالحفلة وانصدمت بصراحة فرحت وطلبت سيارتي من الباركينج فمتل ما كنت عم أحكي لكم أنا طلعت عم أستنى سيارتي لحتى تيجي من الباركينج هون بيجيني الاتصال بيقلولي أنه سارة بالذات هي اللي ما بدي أياك تدخلي على الحفلة أنا هون ما لأنه كان له بيقل ائتصالات وأدخل وعادي طبيعي كانوا كتير من رفقاتي بالحفلة سأنا ما عملت هيك لأنه أنا كرامتي أغلى شي عندي